اشتركوا في القناة مساء الجمال على احلى بشر في العالم من اسكندرية الاسوار من سينة للسلوم جميع الكرة احلى مساء طول ما احنا عايشين على الارض الطيبة دي هتبقى المساء بتاعنا احلى مساء طول ما احنا متكتفين وحبين بع هيبقى مسانة احلى مساء مساء الخير في برنامجكم فطفضة مع ربير فطفضة معروفة ربير مين ربير ده انا انا ربير اسمي ربير ظروفي كده من زمان على فكرة بس جاي اعمل معاكو برنامج جديد او بمعنى اصح مش برنامج جاي افطفض انت جاي توجع دماغنا جاي تدوشنا اه 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 هو الكورونا عادتك في البيت و جاي تقول اي كلام لأ مش انا اللي هقول احنا هنجيب نجم كبير قوي هيفطفض وهنسمعه و انا هفطفض معاه بس النجم بتاعنا مش سينمائي ولا نجم كورا ايه ده هو فيه نجوم تانين اه مصر بلدنا مليانة نجوم وولادة مصر طول عمرها فيها نجوم بيتعرفوا وفيه مش معروفين نجمنا منكو نجمنا مولود في البلد دي ومنطين البلد دي اه يبقى نجمنا دوت اكيد احنا كلنا عارفينه لا احنا هنعرفه مع بعض نجمنا نجم في مكانه في مجتمعه وفي مجاله نجمنا نجم في عيلته في قسرته في المحيط اللي عايش فيه نجمنا نجم يتلقلق في السماء في المنطقة المحيط بيها ممكن يبقى دكتور اه ممكن يبقى مهندس اه ممكن يبقى صنايعي ده اكيد ممكن يبقى حيرة فيه ممكن يبقى فنان وهنمسك الغربال الربيري غربال الربيري اه ده اكسيب ريشان انا عملته دلوقت على الهواء بس اما نمسك الغربال الربيري هنغرب الكلام هنطلع منه شوية كلام انا هستفد منه على قد مخي وانتي هتستفدي منه على قد مخي وانت كمان حضرتك وولدنا هيستفاده هنستفد ايه مش عارف احنا لسه هنعرف وممكن يقول كلام احنا هنحتاجه في حياتنا ممكن نجمنا ميبقاش معانا في الاستيديو اه ممكن كل واحد فيكو يكون جوانج لو عايزين تتواصلوا معانا تواصلوا بالارقام اللي بتبقى ظهرة على الشاشة طيب بالمناسبة احنا معانا رقم واحد بس مش ارقام كتير قدام حضرتكو مع الشاشة نكمل كلامنا واقول لكم كلمة في ودنكم انا حاسس ان فيه شوية زهقوا من الكلام انت رغاي لو انت حاسس ان انا رغاي ارجوك عشان خطري اقلب القناة ايه يا عم ده اقلب اه اقلب اصلحنا كلامنا هيبقى شعبي شوية هيبقى ارستوكراطي شويتين هنتكلم كلام صالونات اه وهنتكلم كلام على المصطبة وهنتكلم كلام زي ما بيقولوا اهلي وناسي في سينة على البرصة على الرملة قاعدين في المجعد هنتكلم كل ده كل ده في حلقة واحدة اكيد لا اكيد كل دوت على حسب الضيف بتاعنا هنتكلم والبصات احمدي خليها على الله احنا يا ما قلنا وايا ما قلنا ايها السادة المواطنون وايها السادة المشاهدون انا بقولكم يا اخواتي يا احبابي احنا كل همنا نطلع بنتيجة نستفاد منها احنا حلقاتنا غريبة عجيبة عجيبة مريبة متل اخبطة على بعض بس جديدة هنشوفها حاجة من الاتنين ينكمل ينقض في البيت زي اليومين دولت على فكرة بالمناسبة روبير ده اسمه روبير نظيم مونير زردقي ما تقلقوش مش هقولهو لكم تاني كتير كده كان بيشتغل في مجال السياح كان بس السياح اليومين دولت بعافية بالصدفة ان انا قاعد معاكم بس احتمال الاعداء تطول احتمال نقعد شوية ونتكل على الله انتو اللي هتحكموا علينا مع ضيوفنا ومع نجمنا انا اوعيدكم ان ده مش هقوله تاني ده هتلاقوه على الصفحة بتاعتنا موجود اللي عايز يرجع عشان يعرف ايه هو البرنامج والصفحة قدامكم نزلة اللي عايز يكلمنا على الرقم على الواتساب اللي عنده اقتراحات اللي على الفيسبوك فيه فريق اعداد محترم احنا معاكم مش هنسبكم على الشاشة قدينا بنفطفض على الفيس هنفطفض معاكم طول الاسبوع على الواتساب هنفطفض معاكم فريق اعداد محترم اتصلوا بينا في البرنامج هنفطفض وهيردوا عليكم فريق الاعداد وهيوصلوكو بينا أرقمنا موجودة على الشاشة رقم واحد بس ما جبتش كتير تقريبا مش عارف علشان ما فيش فلوس كتير ولا عشان احنا في البداية بس أوعدكو ان الرقم هيبقى موجود ومتواصل لو لقيته مشغول سيب اللي انت عايز تقوله على الواتس او سيب الرسالة على الواتس او على الفيسبوك محتاج مقترحتكم ومحتاج قراءكم لان احنا بنعمل برنامج جديد فضفضة عايزين محتوى قوي محتوى يشدني ويشدكو ونستفاد بيه مش مجرد ان احنا قاعدين مع بعض ساعة يا انت هتقعد معانا ساعة ده انت زهقتنا في الخمس دقائق اللي اتكلمت فيهم دول انا مش هتكلم كتير ومش هطول عليكو خالص انا اشتاقت للضيفة اللي معانا اللي هنفضفض معاها وهقولكو هي مين هي لكن بعد الفاصل هنستقبلها انتظرونا ورجعنا لكو اعزائي المشاهدين قديني قلت اعزائي تاني ورجعنا لكو يا اهلي وناسي رجعنا لكو اه احنا رجعنا لكو تاني رجعنا لكو بعد الفاصل عشان نفضفض مع نجمتنا النهاردة دكتورة باكينام الشانواني دكتوراه في طب الاسرة جمعة القصر العيني اهلا بحضرتك يا دكتورة حضرتك ابتسامتك الجميلة وشخصيتك الجميلة وشهادات زملائك واولادك في المدرسة هي اللي خلتنا ان احنا النهاردة نتشرف بوجودك معانا طبعا احنا في المقدمة اللي قلناها احنا بنجيب نجم نستفاد منه واهلينا يستفادوا منه بنستفاد من خبرته بنستفاد من حياته بنستفاد من انكساراته كلنا لنا انكسارات بس لنا انكسارات مين هي دكتورة باكينام الشانواني وعايز اقولك حاجة بعيدة عن الهوى عشان محدش يسمع ويا ريتي اقطعوها بسرعة عشان احنا الوقت بيخلص بسرعة مع حضرتك فارجوك يا فندم احنا عايزين نقول حاجة كتير انا فاكينام الشانواني مدرس طب الاسرة في الاسر العيني متزوجة وعندي ثلاث اولاد اكبرهم عنده تسع سنين والصغير خمسة وحاليا انا يعني رئيسة قسم البايولوجي في احدى المدارس الالمانية في القاهرة وعني جاي من اسرة صغيرة والدي ووالدتي بردو استاذة في القاصر العيني والدي دكتور مهندس تيران وعندي اختي كمان طبيبة بس في امريكا دلوقتي طيب بمناسبة ان اختك طبيبة في امريكا وده سؤال احنا مش محضرين وقتها طب انت ليه بطلعتش امريكا انت كمان اه كنت عايزة اعاد مع ابو بر يعني ومقمتس حسيت ان احنا اتنين بقى فا الاعاد معهم دفع اه الاعاد معهم دفع اه او 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 طيب اه احنا عشان هنستخلص من كلام حضرتك زي ما انا قلت هنغربله ونطلع حاجات حلوة وفيه حاجات ده بالنسبة للناس يعني احنا كلنا اه نفسياتنا وحياتنا والتزاماتنا مختلفة اه فانا فيه حاجات ممكن استفادها من حضرتك وفيه حاجات غير يستفاد بحاجة تاني وممكن كلام حضرتك في جزء معين انا ما استفادش منه وغيرك العكس يعني صح بدايات دكتورة باكينان في الطفولة اتفضلي الموكروفون مع حضرتك يا فت طبع فتفضي فتفضي ايش ايش احنا قاعدين بصي يعني لو عايزانا نقض ونستربع مفيش مشكلة بس مش هينتا فتفضي لي فتفضي اه طفولة طيب انا يعني خارجت المدرسة الالمانية اه للرهبات شارلو بروميل في بابلو تمام اه اتخرجت انك سنة 2003 اعملت سنة مية عامة ما عملتش الابيطوة اللي هو الشهدة الالمانية علشان يعني كان نفسي او كان نفسي اهلي كمان احنا الطحك بالطب في الاصر العيني والفرسيتي يعني كتا تبعها لب سنوية عامة والحمد الله جبت مجموعة كويس قوي ودخلت بعد كده طب لاصر العيني وعدت سبع سنين كفاح جامد جدا والحمد الله كفاح اه اه اوي انا باين على وشك الكفاح ده ايه ده اللي حصل بالسبع سنين يعني على السريع وهنرجع تقالي المسئول لا يعني بنا بصغيرين في السن وناخد المسئولية جامده قوي ونعد سبع سنين بنذكر وهي منافسة شريفة بس يعني طولها سبع سنين بتحاول ان انت تطلع من قوائل الضفة علشان تتعين في يعني في الاصر العيني علشان تدرب بعد كده يبع عندك فرصة انك تتدرب يعني تدريب احسن من براه والحمد الله يعني ربنا قدرني وتعين تنايب اه خدت برانش اسمه طب الاسرة تعينت نايب يعني حضو مجلس شعب اه 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 برضو احنا بنوضح للناس عشان اخواتنا واهلينا اه نايب دي درجة لسه في البدايات ايوة بالضبط يعني بتبقى الدفع حوالي 1500-2000 وفي الاخر التعين بيبقى حوالي 150 أو 200 بالكتير فالحمد الله يعني ربنا قدرني واختارت ساعتها كان فرع جديد اوي اسمه طب الاسرة يعني يمكن بعض الناس ما بيبوش عارفينه انا ما عرفوش طب الاسرة ما عرف طب الاسرة يعني دي ما عرفوش كلمين عن طب الاسرة لا هو فرع بصراحة هو يعني اه له همية كبيرة قوي قوي اه في اوروبا وفي امريكا اه بيسموه لطبيب اللي يعني هو الطب الاولي يعني المفروض ان اي حد عين اه احنا اللي بنشوفه الاول واحنا يا بنعيالك يا اما بنغربل زيب احنا بنغربل النهاردة اه اه مين اللي روح بعد كده للمستشفيات الكبيرة اي يعني احنا بنحاول نحنا نقلل الضغط على الاسادزة والاستشارين الكبار في المستشفى ان احنا اللي يروح هناك ويعمل الفحوصات دي ويعني ويتهارد على الاستشارين هي فلن الحالات المعقدة اللي بتحتاج ناس زو خبرة يعني عالية والمفروض ان احنا بنقدم يعني رعيات طبية بأسعار رمزية ونكون متواجدين في كل حتة يعني طبيب الاسرة ده فكرته ان هو يكون موجود في القرى اكتر وفي الحتة التدنائية والحتة الناس فيها يعني مستوى المعيشة فيها صعب عن المدينة يعني مفروض ان احنا بنكافر طب كويس يا حتة دي يعني دي مستني وعلى فكرة الكلام دوت بامانة ربنا احنا مش محضرينه احنا على كده تقريبا في الدفعة بتاعتك السنة اللي حضراتكم انت فيها انت دفعة 2009 تقريبا ايوه 2009 احنا كان كام طبيب أسرة طلع منها احنا للأسف يعني كله دفعة كان بيتعاني مننا اتنين بالكتير يعني كنا نسا قبلنا كان واحد واثنين ده بيبقى الرقم اللي هو يبقى طبيب أسرة اللي هو تخصص طبيب أسرة في الأسرة وحضرتك دلوقت بتقوليلي اللي انا فهمه ان احنا محتاجين ده في الكرة اللي هو بالبلدي برضو كده انه طبيب كشكول ايوه مزبوط كده يعني انا اقولك انا بطني بتوجعني آجي يعني ايا بتوجعني آجي يا رجل بتوجعني آجي يعني احنا عامين ماجستير ودكتوراه في كل التخصصات يعني هو ليه ليه ما نزودش العدد ده ليه الصراحة ان شاء الله يا ربي يعني انا على امل ان يعني الدولة تهتم بطب الأسرة هو الريدي ابتدى بس يعني لو لو اهتموا بيه هيبقى فيها عائد كويس قوي على البلد يعني على مصر كلها منه لانه هو ثبت نفسه ثبت نجاحه في العالم كله طب هو انتو معلش يعني انا فرصة ان انا كده اكلم السادة المسئولين الدكتورة ولسه احنا نعرف هي حد قيم جدا يعني قيمة وقامة ده بصحيح ده هنعرفه في أثناء الحلقة لما احنا محتاجين ده في القرى واحنا كورونا كتير جدا ليه سيادة وزيرة الصحة وزيرة تعليم الوزارات المعنية ما نزودش ده في الكليات طبعا انا راجل مش متخصص وممكن تقوله انت بتقول ايه يا عم احنا ما الناس جاعوا بالقصة دي ولا جاي بينهم عشان نزود الدفعات يعلم الله بس انا باسأل سؤال مدام التخصص ده مهم والناس غلابة يعني مش هيقولك عيني ورجلي هي درسة كل حاجة وطبيب كشكور طبيب متميز جدا ليه ما نزودوش في كلياتنا كلية القصر العيني وجميع الكليات الطب في القاهرة احنا عندنا تقريبا كم كلية الطب في القاهرة في مصر يعني لا مش عارفة مش عارس اقول عدد يعني بس ده يعني قصر العيني وعين شمس وعندنا بقى كليات خاصة برضو بقيت كويسة يعني انا ياريت نراعي دوت نراعيه في الايام القادمة طبيب الاسرة مهم بس ده حتة النقطة اللي عايز اقولها عشان في شعب كتير محتاج له يعني انا لما اجي حضرتك تكوني مثلا في القرية صغيرة انا مش لازم يكون معايا فلوس كتير عشان اجل حضرتك نا خالص طيب بالمناسبة بقى خالص يعني طب انت دخلتي سبب انك دخلتي ده ايه كان ساعتها يعني كان فيه وعود يعني ان شاء الله الدنيا في مصر يعني هيبقى فيه زي أبروتش جديد فيه ترند يعني جديد ان احنا نبقى زي الدول العالم التانية والاخرى المتقدمة يعني وفيه دول العربية كتير قوي عندها برضو موضوع تبيب الاسرة ده وكانوا بيشجعونا ان احنا ندخلوه وكان الى حد ما جديد شوية فدخلنا يعني الحمد لله طيب يعني الحمد لله يعني دوت هيخليني ارجع لحاجة تاني قبل طب الاسرة احنا كنا سمعنا من العصفورة ان حضرتك عايزة تبقي سفيرة اه احكيلي بقى دي عشان انا نعرفها مع بعض يعني ايه موضوع السفيرة ده يعني وانا في المدرسة اكتشفت كده على مدار السنين ان انا عندي موهبة في اللغات يعني كنت شاطرة قوي في العربي والالماني والانجليزي والفرنساوي ايه حاجة من عند ربنا يعني وكنت بناميها وبعدين قلت طبعا عايزة استغل الحكاية دي استغلها في ايه ففكرت ان انا كان نفس اكون يعني سفيرة ايه وكنت بقى قبل سفرة من سبب شغل والدي برضو كنت بقى معي كتير يعني في خارجات باباك بس احنا عايزين نعرف السادة المشاهدين اه لا انا بابايا دكتور مهندس اه طيران ايه اه وكان مدير عام مصر طيران في سويسرا في فترة وفي امريكا فحظي كان حلو يعني ان انا كنت كتير اوي بخرج معي مع سفرة واني وناس كتير اه بحكم شغله بزراء في سلك الدبلوماسي بسنة كنت صغيرة اوي اه بالكارير والمانجر بالزابط بالزابط كنت بابا منبهرة بيهم اوي طب ليه نكملناش يعني ايه الفكرة مدوسناش فيها ليه اه مجموعة سنوية عامة لما جا يعني المجموعة لما طلع اه خلانا نغير لا يعني هقولك على حاجة انا كان عندي ميول دايما علمية الحقيقة لان انا عائلتي يعني من ناحيتين معظمهم دكاترة او مهندسين اه ماما اه مامتي وخلاني وامامي وجدتي كانت استاذة في كلية العلوم الله ارحمها زمن يعني ما كانش في حتى ستات بيدرسوا او بالقامة دي يعني فما كنتش قادرة على الادبي ما كانش هيحصل دخلت علمي علشان باهرب من الادبي ولما دخلت علمي علوم وبصراحة جبت مجموعة ما كنتش يعني اتخيله الحمد لله يعني ولقيت مجموعة يدي الاسر العيني وعيلتي كلها هناك وما انا معامري ما كنت ضد الطب بس طبعا في الاخر لما العيلة كلها بتبقى كده واختك الكبيرة كمان كده فيعني يا بنتي دخل اللي احنا عارفينه ده يعني طب كويس ولو انت محتاجة حاجة هنساعدك ويعني نديكي خبراتنا جميل قوي هيخليني اسألك سؤال تاني طيب احنا مستر محمود اي كنت عايزة بقى معانا النهاردة جات ازاي الموضوع ده نحنا عارفنا بعض يعني تعارف ده احنا برضو عايزين نعرفه معلش احنا مش حشاريين شوية بس احنا ايه حشارين شويتين ثلاثة اربع شويات خمسة بس في الاخر احنا عايزين بنتكلم وبندردش ونبقى عارفين يعني انا مثلا انا النهاردة لما ولادي بتفرجوا على حضرتك ايه باحنا عارفين احنا ممكن نبقى طموعين لكذا ايه وبعدين ممكن غيرنا ايه طب انتي نفسك ايه طب اتجوزت ازاي يعني طبعا اكيد اكيد انك انتي حبيته بعض بقى في الجامعة لا خالص بس الحقيقة انا لا خالص لا لا طب حبيته بعض بقى فين لا خالص ايه شباوا يا بس انا بنش بعد خالص بعد ما اتجوزت لا الحقيقة انا جوزي مش مش دكتور خالص ايه امامته كانت يعني استاذ رمض ووقت ما انا كنت بمتحن رمض في سنة رابعة كانت رئيسة الاقسام عندنا وبالصدفة البحثة ان انا في المتحن الشافوي ده كنت تعبينة قوي كنت عينة جامد والنوايب دخلوني عندها يعني بيحاولوا بس يعملوا لي ساپورت يعني لان هي استاذا محترمة جدا يعني ومعروف انها قلبها رحيم يعني بالطلبة ولما دخلت انبهرت هي بيه بزيت بخطي عشان انا خطي اعتبر حلو بنسبة لدكاترا هاي معروف خط الدكاترا بيبقى منعك الشيء اه اه اللي خطه حلو دايب انت مش دكتور كده انت اه بالزبط اه فانت خطك منمك اه خطي منمك الحقيقة اه وخلصنا الامتحن على خير يعني وبعدين كان امتحن رمض ساعد وبعدين هي راحت يعني بيحكوا لي ان هي راحت هي سألت علي وعرفت ان امامتي كمان في الكلية وراحت بقى الجوز دي اللي هي بقى بتخطب له رسمي يعني صالونات انت انا انك شغرا في أي حاجة بعدين حياتك منهج عب السالونات خالص اه لا لأ بين بين لأ يعني انا عالتي لا سالونات قوي قوي بس هوén مادر نعم محمود سالوناتي برده لا خالص طبعا لا мحمود رأى كان في كندا الا اه الا اه بلدي كده برضو شاب بر ايه واشتحن والا حاجة ايه قالت له بقى أنا عندي ليك عروسة تجنن خطها تحفة يا محمود. معليش؟ قوليها تاني تاني تاني. اه. بالضبط كده. خطها ايه؟ قالت له يعني خطها تحفة. الله. اه. فهو طبعا لطم. اه. انا عكت عايزة اشوفه عشان اقوله. اولي زي اولي احكيها. اه. ايو. مش صداني بحكيها النهار ده. قالها ازاي؟ يعني ربك ايه؟ لا لا وهو لطم ملا. يعني يا ماما مفياش اي حاجة غير خطها يعني. خطها. اه. اه. خديته باغزب عنه يوم هني يشوفني. ما انا مكنش عارفة يعني. اه. بس اكيد زباطت مع ماما يعني. اه. اه. هم اللي تيم الزباطين من ورايا. اه. وهو يعني جاي جاي شوف الخطها حلو. اه. بس عصر على قلبه ولمونة يعني. وبنيزل. والحمد الله لها يعني. اه. الحمد الله لها. اه. يعني. يعني. الحمد الله. الحمد الله. بس يعني برضو حضرتك. اه. جوزنا. حمد الله. اه. حمد الله. طيب تمام. اه. غير الخط وغير كده احنا مع ولادنا. اه. عمر. وابراهيم. وابراهيم. وسليم. وسليم. اه. برضو احنا كنا عرفنا انا حضرتك في البكالوريوس. كان أستاذ عمر مشرف تقريبا. اه. عمر اه. بعد البكالوريوس هتوسع في امتياز. ايوة. اه. 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 عند السائل في الكنان مشهنا. مش روبير خالص. اه. اه. عمر جاء في سنة الامتياز. وابراهيم وانا بعمل الماجستير. وسليم وانا بعمل دكتوراه. اه. ليه. اه. سؤال بيطرح نفسه هو احنا كده لو حضرتك بتدرسي معنى كده ان الولاد ممكن ما يعقوش الام في الدراسة لان انا عارف اللي هو ايه بس انا حامد طب ما عندش اقربلي انا نفسي ايما علي يا اخويا مفيش الكلام يعني ما لا لا كان فيه طبعا لا لا موضوع مش صح لكن دي اخويا دي زي ما بعمله اه بس يعني كنت بحاول ادي الماني شوية عشان يعني اقطتش يعني ازاي اخويا بالقلماني كده طب اديني واحدة يخويا بالقلماني لا لا مفيش ما ينبغوض اه ما ينبغوض اه ما ينبغوض اه ما ينبغوض اه ما هي كده اه طيب اه لا طبعا موضوع الحمل والخلفة والواحد بيذكر صعب جدا جدا يعني يعني اي اي دكتورة اي مهندسة اي حد اي واحدة بتعمل اي درسات عليا بصراحة قطر الف خيرها يعني الموضوع بيبقى مجد ذهنيا وجسديا إيب بسا هو مش مستحيل يعني اسأذنك قولي قالو قالو قولي قالو بصوت عيني دعو انا مش سامع دعو كمان واحدة دعو دعو طب الست قالت كذا مرة دعو يا دعو 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 اهلا اهلا اهل My dir من عبارة اي دكتوره اكليم اهلا يا حربي انا سعيدة كدا ان ان شافة البرنامج اللاطيف مع الوستاذ روبير عمالي يعني يطلع أحلى ما عندك ويعني سعادت جدا ان احنا نشوف السيفي بتاعتك وصابت بقى زملائك والطلاب زملائك والتلامزة بتوعي في الجامعة وفي كل مكان وأتمنى لك كل خير يا باكينيو انتي سنة محترمة وتتحمل المسئولية وده كلم مش بقوله كده يعني عن اطلاق لا ده عن حق وحقيقي فعلا. اه مم انا بس عشان نعرف السادة المشاهدين. يعني امي التانية حميتي استاذ الدكتورة فادة الجندي. اهلا يا سيدة. اهلا يا سيدة. احنا اتشرفنا بحضرتك. اهلا وسهلا. وشكرا على المداخلة القيمة. ومعليش انا دايما كده ايه بحب استغل الفرص. دكتورة فادة اه دكتورة العيون المشهورة المعروفة المتمرسة الاستاذة الكبيرة. الله يخلينا. في خلال ديقتين. ديقتين كده. ها? عايزين استشارة مجانية. لأهدينا في مصر. ايه. عيني بتوجعني اعمل ايه? وعيني بتحمر فيه مش عارفة ربيع ايه? معاك ديقتين يا دكتور على الهوى. ادينا بنفض فاضي معاني. طبعا التهباب بتاعت العين احنا بنسميها الارماض يعني. رمض. كلمة رمض. لكن الحقيقة بقى قسم العيون بقى اسمه قسم العيون. لانه زمان كان قسم يطلق عليه كلمة رمض. فرمض ده جزء من من المنهك اه او الامراض اللي بتصيب العيون. والحقيقة لها اسبب كتيرة جزء منها بميكروبي يعني سبب ميكروب بكتيريا او فيروس او اي حاجة اخرى. وجزء حساسي. فالحقيقة فيه نسنومة بقى فيتا يعني كلمة مغنوطة عن الرمض الربيعي. يعني يطلق على كل التهاب في العين اللي هو يخلي العين حمراء. وفيه افراس فيها او فيه حكة او حاجة تورم في الجفور. فهي الحقيقة هي لها سببين. يا اما ميكروبية. دي علاجة سهل جدا ان شاء الله. وحتى الحساسية طبعا برضو لها علاج. سهل برضو جدا. اهم ما فيه نحن نتلافق الابتهابات والعدم النظافة. طبعا. تماما يا دكتورة. اشكري جدا. اه قبل ما سيبك معلش فرصة برضو. اه. وبصراحة وما حدش سمعنا اللي انا وانت بس. ايه. دكتورة بكينام مشيت خلاص. دكتورة بكينام في اول جوازها مع مستر محمود. ايه. كانت شطرة ولا نص ونص ونص ونجاحها كانت عاملة ايه. يعني احكييه لكي. فيها حكيتلينا عن موضوع الخط اه. هي الحقيقة يعني هي انسانة ملتزمة في حياتها دائما. من ايام كانت طالبة وهي مثلا في الدراسة قبل الجامعي واضح انها كانت شطرة جدا. وملتزمة ومضقمة. في الجامعة كانت نفس التكلمة. وده برضو اللي لفت نظري لها يا فاند في امتحانها. انا الاحظت ان يعني انسانة جاية محترمة نفسها كويس جدا. مبتسمة عندها سلقة فروحة. وبعدين علمها كمان كويس جدا. وطبعا عملنا بقى اسئلة وشوفنا الاجابات. ولاقينا قد ايه هي مدقنة العمل. يعني هي. فهذا منعكس برضو على بيتها. عشان حكي تبع عائلة. منعكس على. بيتها منظم جدا. وتاخد بلها من كل الدقائق اللي فيه. وده برضو دي رسالة للسيدات العاملات. ان هي ممكن قويت تبقى بتشتغل شغل يجامل برا. في العمل. وبعدين في بيتها تبقى شطرة برضو جدا. بناء على تنزيم الوقت. والاحساس بالمسئولية. والاحساس بالسعادة انها بتقوم بواجب كويس. زي ما بتعمله برا بتعمله برا. فانا اشهد لها بصراحة. وهي الحقيقة طبعا جاية من اسرة طيبة جدا. طبعا نعلموها كويس. انها تبقى ست بيت. وتبقى دكتورة شطرة. وتبقى انسانة محترمة. وحنونة. فيعني مرضو نشكر جدا الوالدين. دكتورة تايسير. الاستاذة تحديل في الاصر عيني. ودكتور سمير. دكتورات هندسة الطيران. هو الحقيقة هي اسرة علمية جميلة يعني. فخير ما انجبه. خير ما يعني. وهي خير ما ناسابه يا تندن. اهلا. شكرا للدكتورة. ومرسي جدا لحضرتك. ومدخلة قيمة. وان شاء الله هتوعدين على الهوى. باذن الله تشرفينا تبقي معانا. معلش. انا طمع شوية. بالتوفيق والحلقة جميلة جدا. وعد منك هتيجي تفرفدي معانا على الهوى. لكل من يسمعنا ويشاهد حضرتك. جميل جدا الكلام المنمك. هتوعدين على الهوى هتيجي نتكلم في العيون. ولغة العيون ولا مش جاية. ربنا يسهل ان شاء الله هيسهل. 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 ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا. تحياتي. نرسي لحضرتك. شكرا. معاسم. مستيها المدخلة الحلوة دي والله. مستيها. مدخلة ايه. مهم احنا سايبين الارقام. الدكتورة داخلة تتكلمت. اقولك على خبر جميل جدا. ناقص من حلقة عشر دقايق. لا بجد. يعلم الله ناقص عشر دقايق. ويقول في ودني ناقص عشر دقايق. احنا لا تكلمنا ولا قلنا ولا حكينا. طب احنا فين احنا عايزين الناس تستفاد احنا ما تكلمناش في حاجة صحيح. ملحب. بسرعة بسرعة. الون لاين. احنا شغالين الون لاين دلوقتي والعيال متبهدلة هناك في الون لاين. تمام. انتي كمدرسة عاملة ايه في الون لاين? وكأم لعمر بتعملي ايه? معلش ايه ايه? اطلع ايلي بالمنظرين. خلش المنظر الاول. يلا. حاطر. بسرعة. يعني حاطر. الون لاين ممكن اقولي الحاجة الايجابية اللي فيه الوحيدة. لو ايه اللي رمك على المر? لو اور منه. يعني ان هو وقت كورونا. يا اما ما فيش تدريس خالص. يا اما الابشن اللي عندنا الوحيد الون لاين. فهو برضو فيه حتة الايجابية دي. ما نقدرش ننكرها يعني. ان هو قتاح التعليم في فترة ما فيش تعليم خالص. ام. في سلبيات اعتقد يعني احنا عشان بسر مدرسة عندنا بدأ اتبادري شوية في موضوع الون لاين. اه اه. بقلنا اسبوعين. فانا ممكن ادي بس خبرتي للمهات اللي جايين. ام. بتحتاج بس تطويل بال شوية لان اكيد احنا لازم يكون فيه تطور في اخطاء كتير احنا كلنا لسه بنعملها. ام. هو بيتيح طبعا ان المدرسة بتبقى خلاص بعيدة عن الفصل. الولاد مش قاعدين مع بعض. ممكن الدنيا تبقى هادية شوية. لكن المشكلة طبعا انه الدنيا بتبقى مملة قوي للولاد. احنا كمدرسين قويات ما بنبقاش عارفين. يعني نسند الطالب الضعيف. احنا عمتا في الفصل الواحد بيبقى بيفرق كده ما بين الطلاب. الشاطر بنعرف نشجعوا بنديروا حاجات زيادة. الضعيف بنعرف نعليه. بنخلي الولاد يعملوا مع بعض. يعني انتراكشن يتبادل يعني شرحه وكده. مش مش عارفين نعملوا بالانلاين قوي لسه. يعني اثر اثر. اه. 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 مزهق الولاد قوي. الانترنت برضو عالميا يعني بصراحة مش بس في مصر ضعيفة على الضغط اللي حصل العالمي ده. فالولاد بيتقطعوا كتير مننا او احنا بنتقطع منهم. اه. مفيش الفرصة ان حتى نحنا مثلا نصور الورق كل حاجة بنبعتها. اه. على سكرينز. فبقات الولاد تولاد بتشتكي نعنيها واجعيها. عندها صداع. اه. تعبنين جسديا. بيعودوا بالتمن ساعات على كرسي في البيت. ما بيتحركوش. ومعندهمش الفرصة ان هم يعني يشوفوا صحابهم او ينزلوا الفصح معاهم. انا ما هنعمل ايه ما باليد حيلة يعني. فهي هي 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 يعني وقت صعب بصراحة وفي تضيع وقت كتير وفي مجبوط جامد. لكن اعتقد يمكن بخبرتنا يعني واحدة واحدة هنبتدي يعني يمكن معرفش نقلل شوية من من المناهج. نقلل نقصر شوية من اليوم الدراسي. يعني اكيد هيباليها طريقة ان احنا نحاول. احنا لو قللنا في المناهج. قللنا المحتوى العلمي. هيجي السنة الجاية مثلا ان شاء الله كورونا ما تبقاش موجودة. هيبقى فيها مشكلة. يعني يعني انا النهاردة مثلا سي في الفيزياء او في الرياضة. ده منهج تراكمي. ام. طي احنا لو ما خدناش هنقول هننتكلم ببساطة. لو خدناش جدول الدربة كاملة. طب انا هكمل ازاي السنة الجاي. ما انا اعتقد بقى ان يعني لان احنا احنا موضوع كورونا ده برضو وبئ طارق علينا. يعني برضو احنا مش لازم نتوقع او نأمل ان احنا نطبق اللي كنا بنعمله في حياتنا الطبيعية. ونقعد حطيه نفسينا تحت سترس. يعني ممكن برضو اي حاجة حد نتأخر فيها نبقى نأجلها شوية على الجامعات. يعني في كل حاجة بتتغير. اللي انا دلوقتي منتظرة منه من الطالب في السنة دي. ممكن ابتدي اهديه شوية. ممكن اخليه ابتدي اعمل هو ريسورتش. يعني مش لازم كل حاجة انا عايز اسمع كلامك بس انا عندي موضوع كتير عايز اتكلم فيها. فللأسف هم مش عوقاتهم مفوش بركة. اه اه محمد باشا يا شاهد. ده اسم كلامك. الحمد لله. اه عايز اقول له حضرتك الموقف اكتر حاجة موقف كان مضحك في الكلية. في الكلية. اه. مضحك. اه. وانتي عارف انا قصدي على ايه. اه. لا. اللي هي سيكيوريتي. بسرعة. بسرعة. ده بقولك الوقت ليجري. ده اسم كلامك. يعلم الله بسرعة. اه. يعني احنا معرفين كان في فترة بصراحة دلوقتي الدنيا بقت اندر كنترول بس كان في فترة اه. يعني كانوا لما في في عائلات كده بتخانوا مع بعض يعني اه. لو زي ابراهيم لبيض كده ويجو على الاسر العيني طبعا بيجو عالطوارق. اه. قولي قالو تاري بسرعة بس. الو. 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 حدريتك يا دكتر. الحمدلله مين؟ انا عايشة يا دكتر. مش سامعة مين؟ عايشة. اهلا 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 اهلا. اهلا يا حبيبتي ازايك. اهلا يا روح. اعمل ايه حبيبتي. ايه طالبة عندي. ايه يا عايشة طالبة عندي في الاي بي. اهلا يا حبيبتي. انت انا مفسوط انت تكلمتين. اخبارك ايه. اخبارك ايه. اخبارك ايه. اخبارك ايه. انا طبعا اول مرة عن المتاثلة. بس كان لازم اشكر حضرتك طبعا على السبورت بتاعك الاربع سنين اللي فاسق. يعني محبت تشتري فتاني ده فرق. انا قد ايه. وطبعا حضرتك بس مستعمل متاثة. يعني حضرتك عن سبتيك مقربة جدا انه مش فينا كلها. ما بيننا صرف عادية جدا. خفيفرت علينا حاجاتك بتاعوي والله. سنين اللي فاسق. وطبعا يعني حاجة الى قوي مهما هنتكلم في شعر حيك بقى وتبطيتك لما على رؤية الحيات دي يعني طبعا معرفة جدا ويعني غنيا عن التخريب. حبيبتي يا شو مرسية حبيبتي والله انا هعيض بقربة يا خليك يا حبيبتي يا اللي حاجة اعملها لكم. والله. شكرا يا عايشة. شكرا يا عايشة. شكرا يا عايشة. مرسي لحضرتك. يحكي لي بسرعة قصة الجمجومة. الجمجومة. اه. بسرعة بس. كان فيه اول سنة ما دخلت لأسر العيني كان فيه الست السكيوريتي اللي قاعدة برا. اللي هي بتفتش البنات. طول الوقت بتفتش يعني بتتعدي الناس وكل ما تشفني تروح مسكينين مفتشين. عادنا بقى كده شهر مش ممكن. كل نس بتعدي إلا أنا. فجيت في يوم السراحة كان عندنا خلاص بقى تعودنا بقى الجمجم والعظم وكده. تحطيت الجمجومة في شنطتي. جمجومة. اه جمجومة حقيقية. واحنا انت بعد شوية بقى بتعيش معه وبتنم جنبها وكده. انا مش فاكرة كاتنيتي. هل كاتنيتي يعني اسريعها ولا انا حطيتها بجد عادي. فالمهم الست بتفتش بتاع راحت ما طلعها لقى الراجل بس اسلاها الجمجومة. ايه اللي حصلنا. لا يعني انا انا عمر فايته ما شفت واحدة بتصرخ السريح. يعني انت شائية من صغري كانت. اه بس هي جد بقى يعني كانت تستهلها يعني بصراحة يعني. بطلت تفتش. بطلت خالص طبعا يعني بعد ما هدنيها وانا ما بيتش عارف عامل ازدق ايه يعني ولما بيتبتحك وصعبان علي وبس حاسة تستهل من اللي بتعملوا فيها كل مرة تأخرني على المحاضرات. بعدها بقت يعني بتضرب لي تعظيم سلام يعني ولا دخل. قبل الهوى حضرتك بتقوليلي هنتكلم في ايه في الساعة. اه. انا مش صدق. اه. تقريبا يعني. احنا ما تكلمناش بس اه اخر جملة تنصحي بيها ايه ولادنا في اليومين دولا بالنسبة للمذاكرة بالنسبة للاجتهاد بالنسبة للزروف دي. في عجالة بجده هما. حاضر. اه. انصحهم انه بلاش سترس زيد يا جماعة بلاش سترس زيد. اعملوا اللي تقدروا عليه. اه لو عندكم دارتين كويسين احمدوا ربنا عليهم واستغلوا وجودهم. نظموا وقتكو. دوسوا على نفسكو شوية معلش. لكن برضو في حاجة اسمها حياة. ما تضحيش بصحتك ولا تضحي بعصابك. عشان خاطر درجات. لانه هو ربنا في الاول في الاخر بيبقى اسم يعني مستقبل. وانت ممكن تكون رسمه لنفسك. والمستقبل ده بيتغير مهما انت كنت يعني رسمه لروحك انت او اهلك. فاعمل اللي تقدر عليه. بس خد المواضيع ايزي. والحمد الله دلوقتي الانترنت بقى بيساعدكو كتير. احنا ايام زمان ما كانش عندنا الابشن ده. ساعد نفسك بالحكاية دي. افتح حاجات. راجع. اه وفي نفس الوقت سيبها على الله. يعني كل اللي اقولكو اجتهدوا. لكن النتيجة الاخرانية سيبوها على ربنا اي ان كانت وقوع تزعله خالص يعني. اه انا بس قلعيني بقى. او لي ده. او لي ده. الا اصل كلامك هوا انا اعايز تكونكولوجيان الديني الخلاصة برضو. انا اعايز اه بنتي و بنات السادة المشاهدين. لا بلاش السادة المشاهدين ده انا قلت اخواتي اخواتي. اه يبقوا عارفين ان احنا في قدامنا قدوة ان حضرتك طبيبة وبقاتي مدرسة احنا برضو حتى ما كانتش في وقت نقول لبقاتي مدرسة ازاي يعني ازاي اقدر انا تخصصي في حاجة وارجع لحاجة تاني ده ده مهم جدا انا متشبس في دي اقول ان انا درست صح صح هل ده كده صح ولا ممكن تغير لا لا طبعا لا ممكن تغير التغير ما بيبقاش سهل طبعا واحنا بنبقى يعني بالزيد عندنا يعني في بلدنا بنحب قوي كليات القمة لكن لازم بجد كل واحد يعني انا حبيت الطب قوي قوي وكنت شاطرة فيه جدا بس وصلت المرحلة في حياتي ان انا عندي ولادي لقيت ان فيه ناس زمال تانيين ليا قادرين بيسدوا مكاني في القصر العيني لكن ما حدش يسد مكاني في البيت فبعد ما خلصت الدكتوراه مثلا وكان عندي كده فترة اللي هو تخليص ورق يعني عشاء الترقية جات لي فرصة ان انا اكون مدرسة وقلت استغل الفترة دي وحبيت ان انا اكون مع ولادي اوي وحبيت اوي التدريس وحبيت الولاد في المدرسة وانا سعيدة جدا دلوقتي فعلا زي ما انا كنت سعيدة وقت الطب ومش صح ان الواحد يبقى very stiff ده مش صح هي الحياة كلها عايزة ان انت تكون flexible ارضي لحواليك وارضي اهلك وكل حاجة بس اهم حاجة تبقى راضي نفسك وراضي ربنا وراضي ربك وراضي المسئولية على فعلتك شوف يعني انت او انت شوفي ايه لي ناس ايه لي ناسب ايه لي ناسب انك تاخد بالك على ولادك على امراتك على جوزك مسئوليتك ايه يعني ده اهم من اي شيء تاني كن طبعا اوقات الاهل بيزعلوا يعني انا متخيلة لو اي حد برضو مثلا زي طب وعمل كارير شفت ما بتبقاش سهل على الاهل يعني هنا في مصر لكن اعتقد مع الوقت يعني بيبا فيه تفاهم خصوصا لو الواحد نجح بعد كده في المجال التالي تمام منديك دقيقة كمان انا ما متوصين بينا قوي اهل منديك بسرعة هنبص للكاميرا ديت ونوجه رسالة لزمايلنا انا عائشة فرحانة بيك وحباكي طب انا زمايلنا مش شرطة قصد في المدرسة في المجال التعليم نعمل ايه عشان نبقى زيك غششيني انا مدرس اعمل ايه عشان نبقى زيك بالكاميرا بص للكاميرا شكرا انا مبدايين ده يعني فخر لي ان انا انو بتقولولي حاجة زي كده انا فيه ناس احسن مني بكتير قوي بس انا هقول انا بعمل ايه يمكن ده اللي خليني نكحة لازم الواحد يشتغل من قلبه ويكون خايف على قدامه يعني انا لما بدرس بدرس للولاد مش علشان انا سوبيرير عنهم نهائي انا بدرس وانا عندي رسالة ان انا عايزة وصلها لهم عايزة الطالب الضعيف اعلي من مستوية مش عايزة يتعقد عايزة اعلي مثلا من مستوى الفصل وانا طبيبة كنت بفكر نفس الحكاية ان انا عايزة المريض يكون مستفيد انا عايزة وانا باشرح المحاضرة زميلي او النواب الاصغر مني ومدرسين مساعدين ياخدوا مني اكتر افادة فاعتقد الواحد في شغله لما بيراعي ضميره قوي وبيقرب للناس يعني بيفكر فيها من ناحية انسانية مش من ناحية مادية او من ناحية شهرة ان ربنا سبحانه وتعالى فعلا بينجحه وبيخلي مكانته في قلوب الناس عالي اكتر من الواحد فيه كده اهلي وناسي بنشكر دكتورة ما كان معانا النهاردة دكتورة باكينام الشنواني باسمي وباسمكم دكتورات طب الاسرة ورئيسة قسم البيولوجي في المدرسة الالمانية احنا بنشكر حضرتك جدا وشرفتينا في اولى حلقات فاتفضة مع روبير وزي ما بيقولوا ختمها مسك لا احنا اولنا مسك ان شاء الله يا رب فيعني ان شاء الله انا شخصيا كروبير انا متفائل بالابتسامة الجميلة بالشخصية الجميلة بالشخصية الراقية دي احنا ان شاء الله بوعدك وبوعد مشاهدنا ضيوفنا هنفتفض معهم فاتفضة حلوة زي بتاعت حضرتك وان شاء الله ويكون في مجالهم نجوم زي حضرتك شرفتنا ونورتنا تنظر ومرسي جدا لحضرتك ومرسي جدا لمستر محمود اللي خلى حضرتك تيجي مع انك كنت مفروض تروحي برامل كتير ودكتورة فادية عملت مداخلة رائعة وما نقدرش ننساها شكرا جدا لها ووعدتنا على الهوى انا بدأ ببسها اهو معدتنا على دكتورة فادية هتيجي ان شاء الله في يوم من الايام هنا وتقعد على الكرسي مدراحة بك شكرا جزيلا يا فنسي يا فنسي يا فنسي يا فنسي يا فنسي ألف شك بتهيألي احنا لو جبنا غربالنا وغربالنا كلام الدكتورة مش هنلاقي كلام احلى من الكلام اللي قالته صدقوني في ناس انا بتكلم في ناس دلوقتي موجودين هيقولوا هو ايه اللي تقال ده ولا في حاجة وفي ناس فرحانين جدا بيهم لان احنا شخصيات مختلفة سايما قلتلكم احنا حلقتنا فطفضة مع روبير بنتكلم وبنشوف مع المشاهد ومع حضراتكم وعالنجم بتاعنا بنحاول نطلع كل اللي جواه اسرة دراسة نجاح انكسار دي كانت فضفضتنا النهاردة اتمنى من ربنا انه كنتوا تكونوا مزهقتوش مننا تكونوا استفدتوا اوعيتكم بحلقات قوية زي دكتورة باكينام الشنواني من خلال اقتراحتكم اللي هتتواصلوا بيها معانا من خلال الفيسبوك او الواتساب والرقم موجود اللي هو الرقم الوحيد دو مرجع اقوله لكم انا بيقول لك زيرو اتناشر سبعة ستة ثلاثة ثلاثة خمسات سبعين مش هقولها طبعا انا مش هقدر اقول اقول ليه مهي موجودة قدامكم لكن خلاص سبعمائة ثلاثة وستين ثلاثة خمسات في النص سبعين خلاص اتحفزت يعني وعلى فكرة بالمناسبة دو رقم انا جايبه غالي شوية عشان فيه ثلاثة ارقاب ماشي؟ سعيد جدا بلقاء معاكوا انا اتشرفت بالدكتورة في الحلقة الاولى واوعيتكم ان شاء الله بدون مؤطعة لو لينا عمر ولينا نصيب هنتقابل كل خميس الساعة 12 بالليل وفضفضة وصهرة جميلة مع نجم جميل في مجاله اتمنى تساعدوا فريق الاعداد بالاقتراحات وان شاء الله زي دكتورة باكينام كان في كذا شغل ليها انا بشكركم وانت ما تثبتش على حاجة لو في حاجة عندك اتغيرت انقل على حاجة تانية شكرا جزيلا وتصبحوا على خير اشوفكم في فضفضة جديدة بيقول لي حلقة طب انا اقول حلقة ليه فضفضة جديدة احنا كنا بنفضفض تصبحوا على خير شكرا اشتركوا في القناة